حبا وضع الشغلة يا حباي بالنسبة لأشخاص اللي صاروا يتهجمون علي ويقولون أنت شخص منافق لأني صورت ويا جيهان واني بنزل عليها فيديو أنه كان علمية فضيحة لكن بالفيديو يا حباب أنا قلت أنه هي الدخل عبره عن حرارة شخصية وما حد لا علاقة وبالنسبة الوقت ذكرت أنه فريق للمر هو فريق محترم وحتى هاي الأشياء الدقيقة بالنسبة له يعتبر غلط فأنا لم أحطت اللوم لا على هذا ولا على هذا والنسبة لأني صارت سبب خروج جيهان لا يا حباي بالنسبة لأني شرحها يا حباب وهي كان طالعة من ذلك الوقت وجيهان تعرف هذا الشيء فأتمنى يا حباي بما حتى يقول لي منافق فأنا ما عليك به وما يعني بنهاية وهي طلاق من فريق الخبر الأول الذي عادنا عن نورستار وناريني بيوتيو والتقاهم مع بعض في المعرف يا حباب أنه كان هناك حفلة اليوتيوبر وبهذه الحفلة كان نلتقى بها ناريني بيوتيو ونورستار فالأغلب كان نصدم الموضوع يا حبايب أنه هل يعتار هم تصالحوا وننزلون الفيديو مع بعض وأنه من خلال أنهما تصالحوا فاكتروا للكومنتار ما توقعاتكم هذا الموضوع هل هم عبارة عن صلح يعني أو عبارة حفلة اليوتيوبر عادية يا حبايب مو أكثر وعلى سيرة الحفلات يا حبايب فمصطفى ريدر وياسو نزلوا شئة ستوريات ريدر الذي يعلم خلالها أنه يجهزوا مفاجأة نارية لأغلب منتوقع يا حباب ممكن تكون عبارة عن خطوبة وعبارة عن زواج موضوع الصراحة لكن أعلن لنزل الفيديو على القناة ياسو وشوفوا الهستوريات شبابت عزيزي انت عمون شئة مفجأة؟ لا لا أبعا كيد ياسو شو رأيك؟ اه انتظر الفيديو على قناة ياسو عوالي انتظر انتظر حينها يعني عايزي يا رائيب أهوان حينها وننتقل حالياً لأنس الشايب واخيراً يا حبايب رجوع سبب الإنستغرام الذي كان بي مليون وتسعمائية ألف متابع الحساب يتكر حصاله في وقت ثلاثة شهور تقريباً أول ما رجع نزل هذا الاسطور يا حبايب كاتب منه منصده منه الاحساب رجع مثلي بدأ نزل هذا الصور يا حبايب ويا بيسان اسماعي لني تأكيد انه أكون علاقة بينات ومحبون بعض من الصورة فكتل يا حبايب الكومنتات هل تفرحاني بهذا الخبر وننتقل حالياً هارون الشمري فضحت القمر الطائي أنه هل هي مخطوبة أو متزوجة أو معدها حبيب يعني فبهذا بث يا حبايب اللي شاد قمر طائي طالع بيوي واحد اسمه عبودي كتبه هو هارون هذي الكومنت الغريب يا حبايب كنت كاتب عليه عبودي لا تتحدث عنها أي كلمة لأنه محجوزة محجوزة يا حبايب العراقية يعني هي مخطوبة أو يعني عندها حبيب يعني جغل يتوقعي أنه هل يترى هارون هو حبيبها أو يترى هو يخصد نوربار أنه هو حبيبها خاصة من الدستوريات اللي نزلوها ببارحة وضع حبيناتهم دوني للكومنتات شون توقعاتكم الموضوع نتغل حالياً لأصالة المالح ويا حبايب وصلوا احتباء بالانستغرام لستة مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال عشر مليون يا رب وطبعاً لا تنسوا يا حبايب نتبعوا كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي وعلى سنة أصالة المالح يا حبايب فهي تعرضت للتهجم بشكل مطبيعي بسبب تنزيل هذه الصورة جد لو أن ما لابسة فستان قصر قصر من داخلها فكل كاتبين على أصول شكل كناسي الفستان وضعين 600 لايك وكومنتات يا حبايب قالوا يتهجموا عليها مثل ما شاهدوا بالكومنتات اللي قدامكم لأن أصالة تغيرتي إلاش قالت لبسيني من لابس قصير ومن هذا الكلام في التونة الكومنتات ستستحقظ أن التهجم تعرضت له أو لا ننتقل حاليا الأميرة يا حبايب وهل هي ترى اللبسة الحجاب فلنزلت هذا الستوري القريب؟ نتوحوا المتابعين مسؤولي للتصميم إنه هي لابسة الحجاب وكاتبة حبيتها فلتتوقع أن يا حبايب سيعجم هذا الموضوع أميرة وممكن تلبسة الحجاب اكتبوني بكومنتات بعوقاتكم وبالخداء معنا محمد جواني يا حبايب والحفلة اللي زوها اليوتيوبر شابه هوايد من اليوتيوبر يا حبايب والتقوية زياد ومشاهير هواية مثل بيكي وغيرها فكتبوني بيكومنتات شون توقعون هيصر تعاون بيناتهم وشياء خرافية أو لا بوصلوا يا حبايب لنوصة المقطع فجر هذا مقطع باللايكات أحبكم مهواية فجر مقطع باللايكات وفيس جانيكم في الزي مخاطر من القصص مع السلامة